أعطيكم العافية استكمل حديثنا في شابتر 4 نبدأ في حال مثال 4-5 مثال الخامس في شابتر 4 The inflating price of gasoline The average price of gasoline in 20 and 5 was 2.31 per gallon In 1993 the average price was 1.07$ What was the average annual rate of increase in the price of gasoline over this 12 year period يعني بيحكي لي كان متوسط سعر البنزين في عام 2005 2.21$ 21% للقلون الواحد وكان في عام 1993 متوسط سعر قرون البنزين 1.07$ 1.07$ الـ ومعي الـ ومعي الـ بمكان نستخدم طريقتين الـ طريقة الاولى هذا ليس الكاشف في الدياقرام لكن هذا رسم توضيحي ممكن اعتبر 1993 و15 ممكن المنطق منه اعتبر 1993 و انا بمشي بالزمن انه وصلت للمستقبل زي كأنه رجعنا حالنا رجعنا حالنا من 2019 ل 1993 زي كأنه هنا الآن زي كأنه الحاضر حالي 1993 وبعد 12 سنة اللي هو 2005 ممكن احلع هذا النظام يا بحكي انه معاي الفيوتشر او بحكي هيك في الفيوتشر بده اي و نسبة او بالعكس هاي معاي وهون معاي طبعا بستخدم standard notation احسن اللي هي المعادلة لانك انت مش منطقي لما تقسم هذا الرقم على هذا الرقم رح يطلع معك هذا الرقم ف interest factor رح يطلع معك رقم فانت رح تصير تدور في كل جداول اللي عندك وعندك جداول كثير احنا المساهل علينا ان الروح ان نلاقي الانترست نوتيشن اللي هون من الجدول اللي هي النسبة لكن النسبة مش معاي اللي هو بدي اياها فبدي اروح على كل جدول على الرقم 12 12 سنة على ال فبدي اروح 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 كل جداول وتنقلق المقدار هذا اللي هون اللي هو بي ساوي ف على بي طعم بعد القصب عم نزبط عليه هون بصير ف على بي تساوي هذا المقدار تمام او انك تستخدم بي تساوي ف ف في ممكن نحكي P given F بالنسبة I الان نفس نفس الموضوع انك لما تروح تدور في التاب ورح تتغلب فلذلك استخدم الستاندرد وعبارة هذا المقدار بيساويلي A 1 plus I كل أس مينس N تمام اللي هي المعادلة الأصلية لما يكون معك F و بدك B في حال انت استخدام زي هيك اللي هو المنطق العادي انك تكون 1993 لبرزانت وبعد 12 سنة يصير عندك فيوتشر 2005 او الحالة الثانية او الحالة الثانية انك تستخدم انك تفرض انك تفرض انه لانه فرط من 2005 و الفيوتشر 1993 فاما انا عمال اللي برجع بالسنوات وبالتالي بدل ما استخدم اني بمشي سنوات موجبة رح اصير امشي سنوات سالبة فبدل ما هون كنت عود 12 سنة في الان لان كنت البرزانت الان 1993 ومشيت الامام اخط الاعداد اشي منطقي انا لما امشي لليمين باستخدم العدد موجب او العدد بصير موجب لما استخدم لما اروح للشمال باستخدم السالب لانه عمالي برجع ارجوع عمالي برجع خطوة هون بقدم خطوة فبالتالي انا لما استخدمت البرزانت 1993 الفيوتشر 2005 انا عمالي بمشي للامام وبالتالي استخدمت هنا 12 سنة موجبة تمام هنا في النظام هذا طبعا هذا النظام انك تفرض انك الان البرزانت 2005 و الفيوتشر 1993 فانت عمالك بترجع في السالب بترجع خطوة فانت لازم ترجع 12 خطوة لورا لانك تصل للفيوتشر في الخلف وبالتالي هون اذا بتعوض اذا بدك تحب تستخدم الفيوتشر تساوي البرزانت F P P I M-N اوهنا عوضنا مائنس لماذا عوضنا مائنس سنرد نعيد لأنه هنا كنت امشي للامام مشي على الخط الأعداد انت لما تمشي زي هيك انت عمالك تمشي خطوات موجبة انت عمالك تم تقدم لالامام انت لما تكون هنا لبرزانت بتكتروح للفيوتشر في الخلف تترجع في الزمان بنتابك تحتاج 12 خطوة الخلف انت خط مائنس تمام طبعا بهاي الحالة التابل ما رح ينفعني ليش من التابل ما رح ينفعني لانه فيش عندي بالتابل سنوات سالبة يعني السالبة 12 سنة ما في عندي عندي التابل من السنة واحد للإنفينيتي بس لكن ما عندي من صفر ولا المائنس إنفينيتي تمام فبالتالي هور لازم استخدم الستاندر نوتيشن اللي هي المعادلة اللي هي عبارة عن واحد بلس آي الكل أس مينس أن تذكروا ليش مينس أن القانون في الطبيعي هو P F تساوي P في واحد بلس آي الكل أس أن لكن انا خليتها الآن لكن انا نعوض محلها مينس أن عشان انا برجع رجوع تمام من هي كان في الأصل F تساوي P في واحد بلس آي الكل أس أن هاي في حالة اني كنت بمشي طبيعي زي العالم اني في 1990 برزنت وأنا بمشي معهم للأمام تمام لكن إذا حبيت أرجع في الزمن ممكن نحكي فأنا واقف أنا الآن بدي أقف عند 2005 وبدي أرجع للخلف أم عمالي برجع خطوات للخلف عند 1990 فأنا بدي أرجع 12 خطوة فبحتاج إشارة المينس تمام؟ أو إنه بستخدم P تساوي F في P given F في I في مينس أن وأنا بعرف إنه هذ القانون تساوي واحد بلس I في مينس لازم حط مينس أن عرفتوا ليش؟ الطبيعي إنه يكون مينس أن لكن أن اللي عندي راح تكون مينس فمينس في مينس راح تطلع موجبة إنه عندك أربع طرق للحل يا بتستخدم الجزء أخاذ أولي طرق تنحل لأنه معك أنت آفوا معك فيه فإنه يا ما بتستخدم هذا الجزئي اللي هون يا بتستخدم جزئي الأخرى اللي هون يا هاي وفي عندك الطريقة الثانية ما تستخدم غير بالحالات الاستثنائية أحسن لك عشان ما تخربطش تستخدم الحالة العادية ولها طريقتان عشانك أنت بتعرف F تعرف P فإمكانك تستخدم يا هاي يا هاي يا F given P يا P given F زي هنا هون نستخدم من F given P عسب المثال في أول طريقة لكن عوضنا الإشارة minus لاني اعتبرت 2005 الآن وأنا بدأ أرجع تنطي خطو الأسفل فاستخدمت minus N برجع أرجوع تمام؟ أو طريقة الثانية من الطريقة الثانية الطريقة الثانية من الحالة الثانية لنستخدم P given F P given F في نسبة I وفي المينوس ان تساوي ما بعوض النطي الذي أريدها وما بنسى إشارة المينوس اللي جاي من إني برجع ترجوع تمام؟ الآن استخدمت الطريقة الثانية نعتبر 2005 فوتر و 1999 apart إستخدمت F تساوي الفيوتر برزانت إستخدمت F تساوي P في 1 بلس I لكل أسان وبالتالي الفيوتر اللي عند 2005 سعر بين قلون البنزين 2.31 دولار والبرزانت اللي هو في 1990 كان 1.07 دولار النسبة بديها 1 بلس I لكل أسان 12 12 عرفنا ليش لأنه أنا عمال بمشي للأمام مشيت 12 خطول للأمام تمام؟ الآن عشان قسمت فبصر عندي معادلة بحل لحاسبها وبحل لها يدوي وبصر عندي 2.31 تقسيم 1.07 عشان استطيع أصل للهاي قسمت الطرفين على 1.07 طلب معايا هذا الرقم هنا أخذت للطرفين رفعتهم للأس 1 تقسيم 12 عشان تخلص من الأس هاي الآن عشان تخلص من الأس معايا ترفعه ترفع الأس لمقلوب الأس يعني ترفعه للجذر بنحكي رفعنا للجذر الأس 12 عشان تخلص من هاي رفعته للجذر الأس 12 الجذر الأس 12 عبارة عن شو عبارة عن 1 على 12 فأخذت 1 على 12 للطرفين 1 على 12 هون 1 على 12 هون فتروح الـ 12 مع الـ 12 بـ 1 بتصفي عندي 1 برأس آي وهنا بطلع هذا الرقم رفعه للأس 1 على 12 بصير 1.0662 تمام؟ الآن بدأصل للآي بطرح من طرفين 1 طرحت من طرفين 1 طلع عندي 0.0662 وهي نفسه 6.62 هيك بكون انتهى السؤال يا طقم العافية 1 على 12 6 6 7 8 9 10 11 10